أعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وكشف التحالف العربي أن العملية في صنعاء استهدفت معسكرات دار الرئاسة وقال إنه دمر ورشات للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض ولفت التحالف إلى أن الميليشيات تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه في صنعاء وأكد أن المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية هم أهداف عسكرية مشروعة